إلى الآباء إلى الأمهات إلى المعلمين إلى الاختصاصيين إلى جميع العاملين في مجال التربية الخاصة الإعاقة الذهنية والوراثة يا ترى ما هي سر العراق الغريبة بين الإعاقة الذهنية والمورسات هل تعلم أن النسبة الرئيسية للمورسات في الإعاقة الذهنية تصل إلى أكثر من 40% يا ترى ما هي هذه الأسرار وما هي هذه العلاقة الغريبة بين الإعاقة الذهنية والمورسات وكيف سنصل إليها وكيف سنشخصها يلا بينا أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سكينز محمد نصر اليوم بإذن الله سنكشف السر العلاقة بين الإعاقة الذهنية والمورصات ونرى أن الجينات تحمل في طياتها أسرار كبيرة مع نسيج حياة الإعاقة الذهنية فالإعاقة الذهنية مرتبطة ارتباطات وثيقة بالجينات والمورصات وأن اكتشف العلماء أن أكثر من 40% من حالات الإعاقة الذهنية السبب الرئيسي فيها المورصات وهنا نرى أن بعض العائلات مرتبطة بالإعاقة الذهنية أي أن بعض العائلات تنتشر فيها نسبة الإعاقة الذهنية بصورة كبيرة لدرجة أننا نقول أن هذه العائلة نوصفها بأنها من عائلات الإعاقة الذهنية ولكن هل كل إعاقة ذهنية مرتبطة بالمورثات كما ذكرنا أن وجد العلماء أن نسبة 40% من الإعاقة الذهنية مرتبطة بالمورثات والجينات لا بد أن نعرف أننا في بداية التشخيص الإعاقة الذهنية وهو ما قبل الزواج وفحص ما قبل الزواج وهنا سنتتبع التاريخ الأسري للإعاقة الذهنية وهل هذه العائلة يمكن أن تنجب أطفال ذوي إعاقة ذهنية وهنا سنبدأ في شرح بالتفصيل كيف نفحص هذه المورثات وكيف يقوم الأطباء بفحص هذه الجينات ولكن قبل ما نبدأ ما ننساش الاشتراك ولايك في القناة وما ننساش تنشره تكتبونا تعليقاتكم في نهاية الحلقة إذا كانت الحلقة مفيدة أم لا ولا بد أن نشير هنا لأن أول فحص يتم فحصه لاكتشاف الإعاقة الذهنية هي المورثات والجينات وأن نفحص فئة العائلة هل هذه العائلة يمكن احتمالية أكثر أن تكون فيها إعاقة ذهنية وهنا سنأتي دور الفحص الجيني الذي يقوم به الأطباء عن طريق الفحص ما قبل الزواج أو أحيانا يكون في بداية الحمل وهنا سنكشف عن الجينات ولكن هناك من يقول أن هناك فحص كرومسومي أو فحص جينات وما هو الفرق بينهما وهنا سنتعمق بدقة في الكشف عن أسرار ما هي الكرومسومات ما هي الجينات كيف يتم التحليل لاكتشاف أن هذه الأسرة أو هذا الزواج ممكن أن ينتج عنه طفل ذوي عاقة ذهنية أم لا أولا ما هو الفرق بين الكرومسومات والجينات لابد أن نعرف أن المورثات في العائلة وكأن العائلة عبارة عن مكتبة هناك مكتبة من المورثات في العائلة وعندما نفتح هذه المكتبة سنجد فيها كتب مترصصة بعدد معين وهذا هو ما يحدث بالضبط أمام المورثات ومكتبة مورثات العائلة فعندما نفتح المكتبة نجد أن بها كتب وهذه الكتب مترصصة بعدد معين وترتيب معين إذا حدث إضافة لكتاب أو نقص في كتاب فيؤدي هذا إلى خلل في الكرومسومات وهنا عندما نرجع إلى المورثات والفحص الجيني نجد أن لكل في داخل خلايانا داخل كل خلية من خلية الإنسان والخلية مجموعة الخلايا هي تكون عضو فمثلا مجموعة الخلايا هي التي تكون العين مجموعة الخلايا هي التي تكون الأذر فإن مجموعة الخلايا تكون عضو وكل عضو له وظيفة ولكن إذا نظرنا إلى داخل الخلايا سنجد أن الخلية داخلها نواة وهذه النواة تحمل كروموسومات وكل خلية في جسم الإنسان وفي كل النواة يوجد 23 زوجا من الكروموسومات أي 46 كروموسوم هذه 23 زوج 23 من الأم و23 من الأب فيعطينا 23 زوجا من الكروموسومات إذا حدث كما ذكرنا في مكتبة الأسرة بالزيادة أو النقصان أو ترتيب غير منظم فإنه يحدث هنا الخلل ويبدأ هنا الفحص الكروموسومات فبإذن الله عندما نأتي لفحص الكروموسومات يكون ترتيب الكروموسومات هل هو الترتيب الصحيح وهل يوجد نقص أو زيادة في عدد الكروموسومات أم لا وهنا سيبدأ دور فحص الكروموسومات وهنا فحص الكروموسومات يختلف عن الفحص الجين فكما ذكرنا أن الكروموسومات عبارة عن الكتب داخل المكتبة وأؤكد عليها لأن هذا المثال مهم جدا أن الكروموسومات عبارة عن مكتبة والمكتبة بها كتب وهذه الكتب مترصصة بشكل معين وترتيب معين وعدد معين أي إذا حدث زيادة في عدد الكروموسومات أو نقص في عدد الكروموسومات أو الترتيب في عدد الكروموسومات فهنا يؤدي إلى خلل في الكروموسومات وهنا أوضح أنه خلل كروموسومي وبالتالي ممكن أن يؤتي إلى طفل زوي إعاقة أو إعاقة ذهنية هنا أحد يسألني إذا حدث زيادة في عدد الكرموسومات معروف فإنه عندما تحدث زيادة في الكرموسوم 21 فإنه يؤدي إلى متلازم الدون يعني متلازم الدون في كرموسوم رقم 21 توجد زيادة وبالتالي متكرر أو منسوخ زيادة فيؤدي إلى متلازم الدون فيبقى متلازم الدون هنا عندنا أنها نتيجة لزيادة في الكرموسوم 21 وإذا حدث حزف الكرموسوم أو نقص الكرموسوم فإنه مثلا عندما نحزف كرموسوم X فإنه يعطينا متلازم الترنر يعني متلازم الترنر نتيجة لحزف الكرموسوم X وعند حزف الكرموسوم رقم 15 فإننا يعطينا متلازمة برندر ويلي وأيضا حزف الكرموسوم رقم 5 فإنه يعطينا متلازمة لواء صراع القطط هذه امثلة على اذا حدث نقص او زيادة في الكروموسومات ولكن نأتي الى الجينات الجينات داخل هذه الكروموسومات يوجد هذا بقى كأننا بنفتح كتاب هذا الكتاب موجود به ترتيب معين كيف ترتيب معين اذا مثلا فتحنا كتاب فنجد كلمة قلم نفترض كلمة قلم هذا الترتيب هو قلم بمعنى اننا نكتب به لكن اذا تغيرت الحروف يبقى مثلا قمل وهذه حشرة او لقم وهي جمع لقمة فهذه تغير في الشفرة وهنا نتكال حدث عن الشفرة الولاسية هل تعلم ان داخل هذه الكروموسومات ما يقرب ما بين عشرين لخمسة وعشرين الف جين يتحكمون في صفات الانسان سواء كان لون عيون او الطول او هذه المورسات فايضا بتؤثر في موضوع الاعقاب فهذه الجينات وهذه الكلمات داخل الكتب وترتيب حرفة يمكن ان تؤثر في الاعقاب ولذلك نجد ان الجينات هي عبارة عن شفرات وراسية هذه الشفرة برموز معينة وترتيب معين واذا حدث خلل في هذا الترتيب او كما ذكرنا ان ممكن ان يتم حسف حرف او اضافة حرف او خطأ في الترتيب فانها ممكن ان يعطي لنا مجموعة من المتلازمات او الاعقاب فمثلا متلازمة اكس الهاش فالهي FMR1 هذه الشفرة اذا حدث فيها تغيير وحدثت الFMR1 فاننا تعطينا متلازمة اكس الهاش وكذلك اذا حدث في شفرة مي اي سي بي تو فانها تعطينا متلازمة ريت فهذه هي الجينات وهناك هنا نلاحظ ان هناك فرق ما بين اضطرابات او اضطرابات او اضطرابات في كرومسوم ام في جين اعتقد ان احنا فهمنا نراجع مرة تانية ان احنا قلنا الكرومسومات هي عبارة عن مجموعة الكتب اللي هي مترتبة بترتيب معين واذا حدث نقص او خلل في هذه الترتيب او اضافة او حز فانها تعطينا نوعا من المتلازمات اما اذا كان داخل الجين فالي هو داخل الكرومسومات فانه هذا الشفرة الوراسية فانها تعطينا متلازمات اخرى وهنا نلاحظ ان لا بد ان نشير ان هناك فرق بين الفحص الكرومسومي والفحص الجيني الفحص الكرومسومي يمكن ان يكون عدد الكرومسومات مضبوط وممكن يكون الترتيب مضبوط ولكن الشفرة الجينية داخلها فيها خلل يبقى احنا عندنا في الاعاقة الزهنية نستخدم بان الاعاقة الزهنية في الفحص يمكن منها ما يكون فحص كرومسومي وممكن ان يكون منها فحص جيني واذا انت وصلت لغاية هنا ما تنساش لايك وشير وتكتب لنا تعليق لهذا الموضوع وهل وصلك فعلا فرق بين الجينات والكرمسومات اعتقد انها واضحة هننتقل الى نوع اخر من الاضطرابات التي تحدث داخل الخلايا وهنا ننتقل الى الاضطرابات الايضية ووجد ايضا ان منها نسبة من المورسات ما هو الميتابوليك او الاضطرابات الايضية ان الجسم عندنا بيتم معالجة المواد الغذائية ولكن يحدث خلل في اضطراب في المعالجة لهذه المواد الغذائية فيمكن ان الجسم يتعامل مع بعض العناصر الغذائية بطريقة غير عادية بطريقة فيها اضطراب فماذا يحدث تتراكم هذه المواد الغذائية في داخل الجسم حتى تكون ما يسمى بالسموم وهذه السموم هي تؤثر وهنا يحدث في اضطراب في عمليات الايض او اضطرابات في التمثيل الغذائي اللي هي بنسميها ميتابوليك ديس اوردر وهنا المشاكل تحدث في المواد الكربوهايدراتية او الدهون او المواد السكرية وهنا عندما ترتفع الى نسبة معينة كما ذكرنا فانها تتحول الى سموم طيب ما تأثير هذه الاضطرابات الغذائية او التمثيل الغذائي على الجسم طبعا الخلايا بتوصل لها الطاقة اما ان يكون الجسم مفتقد او الاعضاء داخل جسمنا مفتقدة لهذه المواد لانها مواد تراكمت ومواد سمة فلا تستطيع الدماغ ان تستفيد من جزء معين نفترض هناك ان اضطرابات حدثت في الدهون فان نسبة الدهون التي يحتاجها الدماغ لا تصل اليه مواد العناصر لا تصل الى الغذاء الى المخ فهذا العناصر تكون ناقصة وبالتالي حتؤثر على نمو المخ كذلك نوع اضطراب اخر في اضطراب التمثيل الغذائي غير العناصر ان هذه العناصر تمد الجسم بالطاقة فيحدث ان الجسم او الدماغ لا تصل للطاقة المناسبة للنمو فيؤدي الى قصور في النمو والغذاء فبالتالي ان احنا عندما نذكر ان الاعاقات الذهنية المرتبطة بعمليات الايد اما بتكون مواد سمة تتراكم نتيجة التراكم او اضطراب في عمليات الايد نتيجة هذه التراكم تتحول الى سموم فتصل الى الدماغ فتؤثر على الدماغ كذلك ايضا انها ممكن ان تكون هذا نقص في الطاقة فعندما تصل الى الدماغ فلا يجد الطاقة التي ينمو بها بالطريقة الطبيعية فيحدث له قصور في النمو يبقى قصور او توقف في النمو الدماغ كيف يتم هذا الفحص بيتم اما عن طريق فحص الدم او فحص البول لكي نعرف ما هل يتم عملية التمثيل الغذائي بشكل سليم ام لا ما هي الامثلة التي تؤدي نتيجة لاضطراب التمثيل الغذائي او الميتابوليك كيف تؤدي الى اضطرابات او تودي الى الاعاقة الذهنية هناك بعض الامثلة على ذلك لما نجد ان بعض اطفال الاعاقة الذهنية نحلل له فانه نجد عنده اضطراب في الفنايل كيتونيوريا هذه هي الامثلة على الاعاقة الذهنية نتيجة التمثيل الغذائي او العمليات الايضية فيبقى ان احنا ركزنا اليوم على الفحص الجيني ونعرف انه كيف يمكن ان يكون الفحص الجيني يكون سبب بسبب الوراثة وبسبب المورسات والجيني او الميتابوليك وكيف يمكن ان احنا نفحص ونعرف السبب هل الاعاقة الذهنية لانها يمكن ان تكون عن طريق اضطراب في التمثيل الغذائي طيب ما الهدف من هذه الفحصات اولا تحديد سبب الاعاقة لماذا؟ لانها يمكن ان تشير وتنبئ الى اشياء اخرى طيب كذلك سبب الاعاقة اذا كان مثلا تمثيل الغذائي او اطراب في التمثيل الغذائي فيمكن ان نتدارك في العائلة بدل ما ينتشر فيها للاجيال القادمة ممكن احنا نبدأ في العلاج وبالتالي ايضا تحديد الخدمات اللي احنا هنستغلها بعد ذلك تحديد الخدمات من الاسباب ممكن احنا نعطينا في الخدمات التي تؤدي الى العلاج والتأهيل فيما بعد ده كان اليوم ملخص حلقتنا في حلقة انا هحطها لكم فوق عن مقدمة في الاعاقة الذهنية لان احنا قلنا ان دي هتكون سلسلة طويلة جدا من الاعاقات الذهنية اتمنى انها توصل لكم وتكون وصلت المفهوم العلم اليوم للفحص الجيني وفحص الكوروموسومات وزي ما قلتلكم ما تنسوش تدعموا القناة باللايك وشيل واشتراك في القناة لان تعليقاتكم حتى انها هتساعدنا بعد كده ان احنا ننشر فيديوهات زيادة طبعا انا بشكركم جدا وشكرا والى لقاء مع سلسلة الاعاقة الذهنية في الحلقة القادمة باذن الله وشكرا لكم اشتركوا في القناة